تذكر الإمارات في اليمن ويحضر معها الحديث عن الجرائم والانتهاكات والتجنيد خارج إطار الدولة والانتهازية في أسوأ صورها هذه المرة تطل الإمارات من لندن من على طاولة المساءلة الجنائية عبر شركة محامات دولية استناداً إلى ولاية القانون الدولي الإنساني طلبت شركة ستوك وايت للمحامات في لندن من حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا القبض على 14 مسؤولاً إماراتياً يقيمون في هذه البلدان أو يترددون عليها بحسب الشركة البريطانية فإنها تمتلك أدلة لم تشاهد من قبل عن تورط مسؤولين إماراتيين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن اعتماداً على توكيلات وشهادات موثوقة من الضحايا في السياق ذاته تستدعي الذاكرة ما كان موقع باسفيد الأمريكين قد أعلنه بخصوص استئجار أبوظبي لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة لشخصيات وقيادات سياسية بعينها رسمياً لا تجد أبوظبي غضادة في الإفصاح عن سبب تواجدها العسكر في اليمن والتي قالت إن جزءاً منه استهداف الإخوان المسلمين في إشارة واضحة إلى حزب الإصلاح دون سواهم وليعلم الجميع وأقولها هنا للتاريخ بأننا كنا نقاتل ثلاثة أعداء في آن واحد الإنقلابي الحوثي والإخوان المسلمون وطابورهم الخامس في الأثناء يتساءل مراقبون عن القيادة الشرعية اليمنية ممثلة بمؤسساتها السيادية وما يفترض أن تقوم به إزاء المجاهرة الإماراتية صراحة في مختلف المحافل باستهداف فصيل يعتبر أحد أهم روافع الشرعية ومكوناتها تحت لافتة محاربة الإرهاب الموقف السعودي يبدو راضياً عما تقوم به الإمارات فحتى الآن رغم كل ما حدث ويحدث لم يصدر أي تعليق سعودي من كل المستويات عما ارتكبته الإمارات من جرائم سواء بحق المدنيين أو الجيش الوطني الذي يتعرض لشيطنة ممنهجة عبر مختلف المنابر المحسوبة على التحالف والذي يزعم أنه جاء لدعم الشرعية